قال ثم يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما يعني يدخل السبابة هذه السبابة في صماخ الأذن تنظف الأذن من الداخل السبابة تنظف الأذن من الداخل والإبهام ينظف الأذن من الخارج يعني السبابة للداخل والإبهام للخارج لو استخدم السبابة هكذا وهكذا ما يضر يعني يمسح بالسبابة الخارج والداخل أو العكس بالإبهام لا يفضل لأن مسح الأذن كما مر بنا أنه سن على قول جماهير أهل العلم لكن لو مسحهمها بغير هذه الطريقة جائز إن شاء الله تعالى لكن الأفضل والأريح السبابة في داخل الأذن والإبهام خارج الأذن طيب